يعني نيل يوم لما نتكلم على حوالي 120 مليون دينار في المقابل نجي نيلقة السيد عبد الحميد ليبة صادر قرار بميزانية قيمتها 80 مليون دينار ليبي لاحتفالات 17 شبراير وهذه مناسبة حقيقة لأضم صوتي لصوت الزميل حسام الدين التايب مقدم الرمج المشهد اللي قدم حقيقة دعوة للنائب العام وأضم صوتي لصوته وأنا أيضا اقتقدم للنائب العام السيد الصديق الصور ببلاغ بإيقاف صرف هذه الميزانية الكبيرة التي متأكدين أنها سيشوف فيها الفساد تصور 80 مليون حيتم صرفهم في يوم واحد وعندنا مرضى في الخارج يعالجوا على حسابهم وتم إيقاف العلاج عليهم شيء مجعز وشيء مرعب وشيء من أنت ما تعرفش الحكومة هذه كيف تفكر جاء رئيس الوزراء السيد عبد الحميد ليبة وزارة المملكة الأردنية الشمية ووعد من تقريبا ثلاثة شورة أو أكثر شوية ووعد أنه حيتم تخليص أو حيتم تسديد الديون جاء الفترة اللي فاتت وزير الصحة سيد علي الزيناتي ودكتور علي الزيناتي ووعد هو أيضا من خلال لقاءاته لمدراء المستشيات اللي طالبوا بفلوسهم وتصوروا أن حتى مدراء المستشيات الفترة اللي فاتت داروا مظاهرة قدام السفارة المطالبين بفلوسهم عندها حق الناس يعني الأردن أكثر دولة تحملت مشاق الديون من الليبيين أكثر دولة تحملت تبعيات الحكومات المتتالية واللي كان فيها فساد كبير مراعاة في المواطن الليبي وأصول اللي هي العلاقات العربية والتواصل بيننا وبين هذا البلد الكريم حقيقة اليوم نلقو المريض الليبي مش قادر يعالج اليوم جرعاتي الكيماوي واقفة على مرضى الأورام اليوم الأطفال الصغار اللي مرضى بالسلطان في الأردن واقف عليهم العلاج اليوم الشيابين والشباب المصابين بمرضى الأورام واقف عليهم العلاج وذويهم وأهليهم مش لقيم ما يتصرفوا بالإضافة إنه تكليف السكن على حسابهم تكليف السفر على حسابهم وتعرفوا إنه وضع الدينار الليبي في نازل حتى فرق العملة بين الدولار والدينار الليبي والدينار الأردي كبير وهذا كلها متحملين الناس ويعلم الله كيف يدبروا في مصاريفهم وين ساكنين رأوا فيه ناس مش لاقية متاكل على خاطر تعالج أحبابها وأبناءها وناسها جي تشوف تلقى حكومة تبي تصرف 80 مليون دينار لاحتفالات 17 شبراير 2011 و2012 و2013 و2013 وغيرها كانت الناس عفوية احتفالات بلا فلوس لأن اليوم الحكومة متهمة بالفساد وما زالنا نأكده وما زالنا نأكده على أن هذا بلاغ مننا احنا كصحفيين من السيد حسام الدين التايب والسيد عزدين الفالح إلى السيد النائب العام بإيقاف صرف هذه القيمة المالية